موسيقى أهلا وسهلا بكل مشاهدين وابسايت الفن للحقيقة اليوم ضيفتنا استثنائية استثنائية لأنه جميلة الجميلات حلوة خارجيا وداخليا أنيقة عندها رقي بالحكي عندها أناقة باللبس بالزوء بعلاقاتها مع الصحافة بعلاقاتها مع الفنانين أصحابها بعلاقاتها مع أصدقاءها وإنسانة جدا عاطفية تعرف تكون فنانة وقت اللزوم تعرف تكون أم حنونة وقت اللزوم وصديقة دائما صديقة روان بن حسين روان اسم الله لقا عندك قوة كاركتر بتخليك تعملي كل شي بديكي يعني الإرادة عنديك راح تخليك تحقيق كل شي انت بتكي إن شاء الله وبفتكر أنه يلي وصلتي له شغلي كمان كتير مهمي بس نحتى حكينا عن الجمال وحكينا عن السقف وحكينا عن هيدا بس ما فينا ننكر أنه جمالك كان باسبار لأنه تصالي لخمس مليين ست مليين فيورز عندك على يوتيوب على السوشال ميديا يعني جمالك كان هو يعني أول شي بدون نشوفه حدا حلو وبعدين بدون نشوفه الكونتينت صح بس أنت قلتي بدون نشوف حدا حلو ويشوفه بعدين الكونتينت يعني مش بس الجمال هو اللي هيجيب لك متابعين على السوشال ميديا شوفي أنا ما أشوف نفسي أجمل أمرأة في العالم أنا ما أشوف ستيلي أجمل ستايل في العالم لكن زي ما أنت تفضلتي يمكن أول شي جذب الناس الشكل وشز عادي الله جميل وحب الجمال أنا اليوم لما أروح مطعم رح يشد انتباهي لأكل اللي بوزنتيشن مالتا حلوة صح؟ لما بدي أشتري سيارة أو بدي أشتري شنطة أو بدي أشتري بيت بدي أشتري البيت الحلو أول شي اللي شكله حلو بعدين البيت اللي والله فيه حمام سباحة ممكن والله فيه جيم والله فيه مخزن whatever other qualities عم ببحث عنهم بس الناس لما يتابعون للشكل ترى هو زر follow أنا أقدر أسوي follow لما أشوف انه محتوى تافه أو محتوى أنا ما أقدر أحس انه أتابع رح عامل unfollow سو الجمال ممكن يكون أول خطوة لجذب أنظار المتابعين ولكن المحتوى أكيد أهم ويمكن أهم حتى أكثر من الجمال حلق بدي أقولي شغلي كمان كتير دقيقة عم بتقولي أنا ما بشوف حيلا أجمل ست بالعالم أنا بشوفك من أجمل ستات العالم والشي اللي بدي أقولي كيه أنه روان ما قدرت تجز برجيل قدرت تجز بالستات اللي عادة ست بتغار من جميل ست تاني أنت جزت جمهور ستات كيف؟ شوفي أنا كبنت بحب البنت الثانية الجميلة الناجحة بحب البنت الثانية المتابلة أنت بس بش كله نفسيتهم هاي بالعكس أنا أشوف أنه متابعاتي هما سبب لنجاحي أنا اليوم ما أشوف أنه في أي غل أو حقد أو حسد أو غيرة ما أجمل مرأة لمن تدعم نجاح مرأة أخرى وهذا قليل بس تكون موجود بس المرأة الواضقة من حالها بالعكس تكون سند للمرأة الثانية تكون مش غلط إذا أنا يعني دعمتش وإذا أنا حبيتش ووريتش الحب والدعم بالعكس متابعاتي عندنا علاقة خاصة لأنه أنا ما كنت في غربة وانشهرت وانا في غربة ما كان عندي صاحبات ما كان عندي أهل مرأة أنا فولورز لإليك عصاوة من الفولورز؟ حياتي أنت كان المتابعين هما أصحابي مثلا اليوم صار معي موقف في الجامعة مثلا موقف صار مشكلة بطلع على الإنستغرام بحكي مع متابعين غدرت في صاحبتي بطلع أبشتكي للمتابعين يعني كان صديقي الإنستغرام صديقي الإنستغرام فسوينا علاقة خاصة أنا متابعيني لأنه كبروا معاي يعني عشرة شافوني أتغرب شافوني أروح الجامعة أتأخر على كلاس أنجح بالاختبار ما أنجح بالاختبار أتعرف على أبو بنتي أخطب أتزوج أحمل أجيب بيبي أتخرج أأسس حياة في بلد جديد اللي هي دباي أغني أغني أصور فيديو كريب فأنا أشوف أنه علاقتي مع المتابعين من أفضل علاقات المشاهد مع المتابعينهم لأنه أنا كبرت معهم بيت جانيني بيت جانيني طيب بما أنه عم نحكي عن الغربي أنا وعم فتش عم بعمل سورش عني حاطين لي أنه جنسيتي كويتية فلسطينية أنت كويتية يما فلسطينية يما إنجليزية لأن عاشت بلندن يما إماراتية لأن عاشت بدوباي يما بكل سوء لا نعطيكي جنسية لبنانية كمان ياليت هتجرب أبوي كويتي أباً عن جد يعني أنت كويتية أنا كويتية جوازي كويتي ولكن أمي فلسطينية أمي عندها جواز كويتي لكن أنا ما رح أقول لك أمي كويتية يعني الواحد عنده جواز أمريكي لا يحبه أنا أمريكي عنديك جواز إنجليزي لأن عاشت بلندن؟ لا عنديك جنسية تانية؟ لا كويتية كويتية أنا فخورين فيك إني كويتية إذا بدي أرجع لكويت روان بالكويت في نوال الكويتية مشهورة أكتر شيء ولكن الليل يلي بيكونه صبايا ومندفعين وفيتين بالمغنى يعني ما بعرف إذا أنت رح تفوتي ضمن منافسة كتير كبيرة لأنه يعني بيني اللي معروفين من الكويتية عم بحكي الصبايا البنات الأن صويت هي نوال فبتلاقي هل أنت رح تفوتي بمنافسة كبيرة أول رح تلاقي أساوي لأنك وحدك رح تمشي يعني ما في بنات سهلولك الطريق قبل السيدة الكويتية كانت بصعوبة لأنها تصير فنانة شوفي اليوم المرأة الكويتية صارت وزيرة وصارت نائبة أكيد في مجلس الأمة صارت هل فتحوا كمان الباب للقضاة الكويتيات بسابقة سابقة قضائية فخورين فيها إحنا ككويتين كمجتمع نسائي ما أشوف صعب لأنه في بكويت شبات كثير والله يعني ذاكرتي ما تساعدني إيه بس مش كتير مشهورين يعني إيه بس أنا اليوم مش داخل مجال بدي نافس حدا أنا بدي نافس حالي أنا حتى استعلي بالغنى وأفكاري بالفيديو كليبس والرسائل اللي أنا أحب أنه أنا أوصلها للمجتمع هي كلها من خلينا نقول صنع روان من شغل روان ما أبي أنافس أحد وما بيأخذ رزق أحد كل واحد رزق عند ربه مكتوب مش عم نحكي عن الأرزاق المنافسة بتخلينا نتقدم طب ليه سميت الغنية كان يا مكان مثل أغنية تميادة الحناوي عندها غنية كان يا مكان ما أعرف تضيين لأنه الأغنية كانت قصة لما حتى تشوفين الأغنية يعني كان يا مكان في قديم الزمان قصة قصة طفلة اسمها روان لا لا ترجع إنه موضوع 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 شخصية أتقول أوكي أوكي أزا بدي أحكي كمان شوي عن المغنى ما طلعت أنت من برنامج مواهب يعني خليت الجمهور يكون الحكم مش إنه اللجنة مقلفة من فنانين مشهولين يكون الحكم الجمهور حكم والجمهور حكم قاسي طبعي الجمهور حكم قاسي كيف لقيت حكم الجمهور عليك خصوصي إنه صوتك كتير حلو طلع وبيشبه طلع لأنه ما كنا عارفين كيف صوتك بالمغنى وطلعت شيرين وهاب الصغيرة شيرين عبدالوهاب الصغيرة أول شيء هذا ويسام شرف أنا أحبك شيرين كثيراً أنا أحبك شيرين كثيراً وقت ما شفت الفيديو كليب وسمعت صوتك قلت هايدي بنتها لشيرين هي هلا تزعل منها هي صغيرة بالعمر كبيرة بالإيمة بس صغيرة بالعمر أخذتها لضغيرة خلينا نقول شوفي أنا كثيراً أحب شيرين وأنه أحد يشب صوتي بصوتك شيرين يعني أنا واو بس في زيت البحة يلا الحمد لله نشكر الله بس الجمهور صراحة قلت لك أنا أول شيء توقعت نجاح الأغنية بس ما توقعت بهذا الصغيرة يعني ما توقعت أنه الأغنية تجيب 13 مليون ما توقعت أنه ما أقرب تعليق واحد سلبي كل تعليقات كانت تمدح بالصوت تمدح بالمغنى تمدح بالتمثيل شفت إديان دون عطش للطرب الأصيل للمغنى الأصيل صح شفت العطش لهالشي وكل شي كمل بعضها الفيديو كليب القصة الرسالة الكلمات اللحن المغنى كله كمل بعضها فالحمد لله لك يا رب أنه صج اليوم إحنا قعد نحصل ثمار نجاحنا وثمار شغلنا وتعبنا كل هالشهور صحيح بديك تمثلي بلا كذا ذي بفر أنت عامل ريسيرتش بيري جود بتغاني من أليسا لا طلع أنا أشوف البروفيسور على نتفلكس بالنسخة الأسبانية لما كان أيام الحجر أنا أشوفت بالمسلسل فطلع منها خبر ما بعرف إذا صحة الخبر إذا صحيح أو لا أنه أليسا راح تمثل بالبروفيسور على نسخة العربية لا هي ما راح تمثل بس إجاها هدية منه هي رجعت نكرت أنه بدا تمثل بس وصلك أدو منه فأنا حطيت أنه يا الله غرت من أليسا يليت لو يعطوني دور تمثيل بالبروفيسور راح أمثل كمان مجانا بس خذوني خذوني أمثل معاكم بس إن شاء الله يوصل صوتك مش بعيدة ما زال إخدهم من كل بلد حدا بيأخدهم من الكويت روان يلا أما ما أتى فيه بروفيسور عربي روان بآخر هاللقاء بدي أخد من نضوج روان ومن خبرته مع الناس رسالة لكل موضوع رح أحكي أول موضوع أنا كتير أثر فيه لأن أنا ما رأت فيه هو وقت أنت كنت عندي كوزن زيد بالمراهقة وتحديتي هالشي ووصلتي شو بتقولي للستة اللي عم تمروا بهالظرف وبدأ كلمة من روان يلي بتتميثل فيها أول شي أنا دائما أقول إنه الجمال يأتي بكل الأحجام بكل المقاسات بكل الألوان بكل الأشكال لا نخلي المجتمع يفرض علينا قواعد للجمال ومقاييس للجمال الله خلق كل إنسان بأفضل صورة أحبي نفسك تقبلي نفسك بعيوبها بمزاياها بتضاريسها لأنه أنت أنت الله خلائك هيك أنت نفسك تقبلي نفسك إذا هتشبه غيرك ونشبه بعضنا ما في جمال في الموضوع في ملل في تشابه الاختلاف حلو بنفس الوقت مش عيب الواحد إذا في شيء مضايق بنفسه إذا في شيء مؤثر على صحته أنه يهتم بنفسه يهتم بصحته يمكن أنا أؤمن بأي يعني ممكن تكون قزمة صحية أنا مثلا بالنسبة لي لما كنت سمينة كان مؤثر على لياغتي كنت أتعب كنت ما أقدر أشارك الناس اللي من عمري لا أقدر روح أسباحي بمشيت أتعب أثر على ركبي وعي العظامي فلازم كان أنه أنا أنزل من وزني لأنه ما يصير يأثر على صحتي لكن في الوقت اليوم أنا كاروان حتى لو ما كنت مقاس زيرو حتى لو ما كنت المقاس اللي خلينا نقول حتى مجال الموضة الحين ومجال السوشال ميديا الماركات وكثير منهم يفرضوا علينا مقاس وحجم معين وهذا الشي يمرض الواحد مش صحيح لا صحي حرام عندنا مراهقين صغار عم يشوفوا عم يتأثروا ما يصير أزرع فكرة براسهم أنه لازم الواحد يكون جيد لما عم نطلع بالصور المثالية اللي ما فيها حبوب ما فيها سلولايت عم نعطي فكرة للناس أنه هذا هو الطبيعي هذا ليش الطبيعي أنا عندي سلولايت أنا عندي حبوب في أيام تجيني بشرة تعبانة أيام تجيني عن نهالات سودا حلو الواحد يعكس واقعية يعكس حقيقة ما يغش الناس بالصورة اللمطية المثالية لأنه هيأثر على كثير من المراهقين والصغار اللي أم يطلعوا علينا شو الكلمة اللي بديك تقوليها للسيدات يلي أهلهم ما بيخلوني يحققوا أحلامهم حتى في بعض الأهل اللي ما بيخلوني يكملوا علومهم ودراستهم وخاصة السيدات أو البنات يعني إذا حنتكلم عن الكويت بشكل خاص أنا أشوف الكويت من أكثر الدول تفتحا ومن أول الدول اللي بدأت ترسل نساء ببعثات على حساب الدولة وأنا منهم وصحباتي كثير هيك رحت على لندن إذا بديك خبر الناس كيف رحت على لندن تخرجت من العشرين لوال على مستوى الدولة في الكويت وأخذت بحثة أني أنا أدرس في الخارج مش بس أنا الكويت أطلع آلاف من النساء سنويا يدرسون في أستراليا واليوكي واليو أس وكندا ومصر وأردن فالكويت الحمد لله بلد متفتح وبلد مثقف ويؤمن بأهمية العلم وهذا يجي من دور الحكومة الفعال حتى بقوانين الصارمة اللي تجبر الأباء أنهم يعلموا أولادهم ما بيصير البنت تقعد في البيت لكن أنا أشوف الكلمة حوجهها للنساء اللي قاعد يطالعوني ويسمعوني اليوم إنه مش عيب مش غلط إنكم تسمعوا لأهاليكم يعني بالنهاية ما في أب أو أم ما يبون مصلحة أولادهم بالعكس أسمع موطة نظر أمي وأبوي أحاول أتفهمها أحاول أتفهم المنطق اللي هي وراء هذا القرار أو هذا الرأي لكن بنفس الوقت ما أستسلم أحاول أقنع أم أبوي أحاول أتقفهم أحاول يمكن هم جيل غير يمكن أين كانت الظروف أقنعهم إنه العلم مهم وإنه الشهادة سلاح لازم واحد ما يتخلى عنها روان ليه دي ما بتلبس اللون الأسوات؟ معظم الأحيان بحب لي أتحد إنه سهل ما يعني ما تفكري لنا مثل وسينة والله بسهر التنسيق يعني عكل حال شو ما تلبس إنت شيء؟ روان إذا بنتك بنهار من هالأيام بدأ تنزل بمسابقة ملكات الجمال تسمحي له؟ إنتي أسئلتك يعني بدأ تعرض حالة قدام الناس أو بدك تقولي لها أنت ساعتك بنفسك أنت حلوي بدون ما تمر إيه قدام جوري؟ شوفي لأني أنا جاية من مجتمع محافظة في حدود راح أقول لها لا لأنه مسابقات ملكات الجمال أول شي راح أتعلمها مبادئ غلط مبادئ إنه أنا جسمي وشكلي وجمالي ومشيتي والرقم اللي حيأطوني يا اللجنة والجهور هو اللي حيحدد أنا منه وأنا شنو مدى نجاحي لا وكمان مجتمع محافظة ما هتطلع بالبكية قدام لجنة وتعرض نفسها وغلط ومش صحي أعيشها في هذا خلينا نقول في هذا البيئة ما هالبيئة؟ راح أعلمها أنه في أشياء كثيرة ممكن تبدع فيها ممكن تعلي ثقتها من حالها راح أعلمها الرياضة راح أعلمها اللغات راح أعلمها العاس العرف يالو أبي أخلي بنتي إن شاء الله الله يقدرني أخليها a full rounded person إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله طيب روان هلأ من بعد كان يا مكان في أغينة خليجية مع مين؟ ما أقول لكم في فييز السعيد مجد المهندس أول شي فايز أنا أموت عليه وعجي إلى تحية صديقي وعديس على قلبي كان من أول الناس اللي اتصل فيني وبارك لي على غنية قال لي حتى أبقى قال لي أنا ما توقعت حيكون يطلع منك هذا الصوت هو توقع حتكون غمية يعني سريعة أو هيك خفيفة خفيفة لا أطلعت تقيلة خفيفة 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 شكرا غسانت شارتوني كمان غراسيا وموسيك إز ماي لايف ولمخرج محكينا عن الإخراج بس بدنا نشكره لريشا شكرا ريشا على الإخراج الحلو شكرا عليك شكرا لكل اللي ساعدونا لنطبق هالمقابة لقدم الكاميرا كيمعكم هلا المر